موسيقى خير القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمروا وفينا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم أيها الكرماء في سلسلة أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم ومع الحلقة السادسة صاحبنا هو أول من لقب بأمير المؤمنين لا تحسبه أحد الخلفاء الراشدين ولكنه صحبي جليل من أهل السبق في الإسلام ابن عمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت عبد المطلب صاحبنا هو عبد الله ابن جحش رضي الله عنه وأرضاه عبد الله ابن جحش الشخصية من الشخصيات العظيمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إسلامه مبكرا أسلم قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم دار الأرقم ابن أبي الأرقم عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه كان أحد المهاجرين إلى الحبشة ثم بعد ذلك هاجر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر ومعه كل الأسرة شيبانا وشبابا رجالا ونساء كبارا وصغارا هاجروا جميعا حتى تركوا ديار بني جحش خاوية في مكة وكان دار عبد الله بن جحش متميزا من أجمل الدور ومن أجمل المساكن حتى إن عتبة بن ربيعة وأبا جهل خرجا معا يتجولان في مكة ليعرفوا من الذي ترك دياره وهاجر إلى المدينة بأوامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوا ديار بني جحش خاوية الرياح تخفق الأبواب وقف عتبة بن ربيعة وقال لقد أصبحت ديار بني جحش خاوية فالديار تبكي أهلها فقال له أبو جهل قبحه الله ومن هؤلاء حتى تبكي الديار عليهم وإذا بأبي جهل يختار دار عبد الله بن جحش لأنها كانت أجمل دار في ديار بني جحش فإذا به يستولي عليها كما يقولون وضع يد ويتصرف في محتوياتها كأنه يملكها وصل الأمر إلى عبد الله بن جحش في المدينة فإذا به يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو له هذا الهم بأن أبا جهل استولى على داره فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يصبره ويقول يا عبد الله ألا ترضى بأن يبدلك الله به دارا في الجنة فيقول بلى فيقول صلى الله عليه وسلم فذلك عبد الله بن جحش رضي الله عنه أرضاه كلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه بضع من أصحابه كلفه بأول مهمة عسكرية في المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كون سرية من ثمانية وفي رواية في السيرة من عشرة أفراد فيهم عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص وعطبة بن غزوان وواقد بن عبد الله فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول لهم غدا لأعطينا الراية لأصبركم على الجوع والعطش فإذا به صلى الله عليه وسلم يعطي الراية والإمارة لعبد الله بن جحش رضي الله عنه أرضاه ويقول له بعد أن حدد له اتجاه السير يقول له بعد أن تمشوا لمسيرة يومين افتح الرسالة فيفتح الرسالة بعد يومين فيجد خطابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتوجه عبد الله ومن معه إلى مكان يدعى نخلة بين مكة والطائف يبعد عن المدينة التي انطلق منها عبد الله أربعمائة وثمانين كيلو مترا يقول له صلى الله عليه وسلم في الرسالة إذا وصلتك رسالتي هذه فانطلق ومن معك إلى نخلة وخيرهم ولا تجبر أحدا على المضي ثم اتني بأخبار قراج الكلام واضح سرية استطلاعية وليست سرية قتالية ولكن ما سيحدث كان علامة فارقة في حياة عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه ومن معه من الصحابة بل وكان أكبر موقف مؤثر في حياته رضوان الله عليه وعليهم أجمعين إذا بعبد الله يفتح الرسالة ويخير أصحابه من أراد الاستشهاد فليمضي معي ومن أراد الرجوع فلا حرج عليه فإذا بهم جميعا يختارون أن يمضوا معه لكي يأتوا بأخبار قريش كانت مسيرة يومين هي حوالي خمص المسافة يعني المكان حوالي مسيرة عشرة أيام هو بالفعل يكملون مسيرهم حتى يصلوا إلى نخلة وهناك يتحسسون أخبار قريش فإذا بهم بقافلة لقريش قد حملت بالخيرات من الجلود والزبيب وغيرها من البضاعة التي يحتاجونها أهل مكة فإذا بعبد الله بن جحش ومن معه يجدون الفرصة سانحة للإغارة على تلك القافلة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك ولكن عبد الله بن جحش ومن معه يتشاورون في الأمر خاصة وأن هناك عائقا كبيرا وهو أن هذه الليلة كانت آخر ليلة في شهر رجب وهو الشهر الحرام وكان محرما أن ينتهك حرمة الشهر الحرام هذه الحرمة كانت عند المسلمين أو عند المشركين أيضا ولكنهم يتشاورون الفرصة سانحة والحراسة قليلة على القافلة تبلغ أربعة أشخاص كانوا هم عمر بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله بن المغيرة الحراسة قليلة وخيرات القافلة كثيرة من الممكن أن تعوض المسلمين عن بعض ما فقد يستقر رأيهم في النهاية على الإغارة على القافلة وإذا بسهم من واقد بن عبد الله إذا بسهم يردي عمر بن الحضرمي قتيلا ثم يغيرون على القافلة فيأسرون الحكمة بن كيسان ويأسرون عثمان بن عبد الله بن المغيرة ويفر هاربا أخوه نوفل بن عبد الله بن المغيرة المسلمون يقعون في موقف حرج يظن عبد الله بن جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يرضى عن تلك الفعلة ولما يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقافلة ويرجع إليه بالأسيرين يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم آمركم بقتال فيسقط في يده بل وإن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يأخذون موقفا من عبد الله بن جحش ومن معه فكانوا يرونهم في الطريق فيجتنبونهم حتى لا ينظرون إليهم إذا بالموقف يشتدوا على عبد الله حتى تأتي إليه البشارة بأن الله قد أنزل فيكم قرآنا نزل فيهم قول الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله قريش يعني أثارت حربا إعلامية على المسلمين المسلمون انتهكوا الشهر الحرام المسلمون أغاروا على القافلة في الشهر الحرام المسلمون قتلوا في الشهر الحرام وسفكوا الدم يا أهل قريش يا أهل مكة أنسيتم أنكم استوليتم على ديار المسلمين أنسيتم أنكم كنتم وما زلتم تعذبونهم على بطحاء مكة أنسيتم تلك الدماء التي سفكت على أيديكم ولكن هكذا الباطل يرتكب ما يرتكب ثم يخرج نفسه بريئا فإذا ما جاء الفعل من المسلمين ثارت الحرب الإعلامية ولكن الله سبحانه وتعالى ضبط للمسلمين الموازين نعم ما وقعتم فيه خطأ ولكن ما يفعله المشركون من الكفر والصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله بل إن الله بشر هؤلاء الذين كانوا في سرية نخلة قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله اطلع الله على قلوبهم فعلم أنهم ما فعلوا ما فعلوا إلا لأنهم يرجون رحمة الله وهل غفر الله لهم فعلتهم اختتمت الآية والله غفور رحيم قد عفى الله عنهم وغفر لهم أيها الأحبة ما زلنا مع عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه وقد حضر غزوة بد وأبلى فيها بلاء حسنا ثم بعد ذلك يحضر غزوة أحد وتكون هناك النهاية نهاية تلك الصفحة المضيئة من حياة عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه حيث اجتمع هو وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما اجتمع في غزوة أحد وأخذ كل واحد منهما يقول لآخر تعالى ندعو الله سبحانه وتعالى بدعوة فإذا بسعد يقول سوف أدعو وتؤمن على دعائي ثم تدعو وأؤمن على دعائك دعاء سعد رضي الله عنه مستجاب قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه رضي الله عنه يديه ويقول اللهم لقني اليوم رجلا شديدا بأسه شديدا حرضه يعني غضبه وثورته شديدا حرضه يقاتلني وأقاتله فيجدع أنفي ويقطع أذني ثم ألقاك يا ربي يوم القيامة فتقول فيما جدع أنفك وأذنك فأقول فيك يا ربي وفي رسولك صلى الله عليه وسلم فتقول صدقت راوي الحديث سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول فوالله لقد كانت دعوة عبد الله خيرا من دعوتي فإني رأيته في نهاية يوم أحد وهو صريع قد قتل في المعركة وإذا بأنفه وأذنه قد علقت في خيط في شجرة رضي الله عنك يا عبد الله ورضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحلوا وألقوا في الضمين ترجمة نانسي قنقر